عم تفكير تقدم على كلية الطب وما عارف كيف تتحسن فرصك انك تنقبل بالجامعة؟ هل فعلا من فيه وصائط ومحسوبيات؟ تابع الفيديو للاخير حتى تعرف بس قبل ما نفوت بصلب الموضوع متل العادة ما تنسونا من اللايك سبسكرايب وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل فيديو اول باول فاذا بهذا الفيديو حبيت تحكي عن كيف منقدم على كلية الطب بالسواد وكيف منحسن فرصنا ان ننقبل بالجامعة يوم 15 عشرة او 15 اكتوبر هو اخر يوم للتقديم للجامعة للاشخاص اللي بدي يبدأوا اول السنة الجاي يعني اول سنة 2022 واذا قدمتوا بعد 15 عشرة ففرصكم بتكون شوه معدومة لانو بحطوكم كاحثيات فاذا ما قدروا يعبوا المقاعد الدراسية الساعة ممكن يكون عندكم فرصة اكيد لنقدم على كلية الطب بالسواد في مواد معينة لازم نكون دارسينا اما اذا كنا درسين ببلد اخر فلازم يكون وصلنا لمستوى يعادل او يوازي هذه المواد ساويل داب هاري جياتا علم الاحياء اثنان اول من قبل كان اسمه علم الاحياء بي كيميا اثنان او بي فيزيا اثنان او فيزيا بي والرياضيات اربعة او الرياضيات دي وهي دول المواد هنا عادة عن المواد الاساسية اللي لازم يكون عنده اياها الطالب حتى يقدر اصلا يقدم على الجامعة وهي دول المواد الاساسية اللي بتاهلك انك اصلا تقدم على دراسة جامعية بسموهم جروند ليجاندا بهاري هاتن وبتضمن على الاقل 2250 هاي سكول كريديتز او يمناصي بو اين اللغة الانجليزية اي او فايف الرياضيات اي او واحد اللغة السويدية اي و بي او وان و تو بس فيه الآلاف دارسين هالمواد وبادمع كلية الطب فكيف بيختاروا بيناتهم بالسويد في سبع كليات الطب في ستوكهولم اوبسولا اوميو لينشاربين اريبرو يوتوبوري ولوند بكل كليات الطب السويد على الاقل تلت المقاعد بتكون مخصصة للاشخاص اللي بيدخلوا لكلية الطب عبر او من خلال علاماتهم من المرحلة الثانوية وكمان تلت على الاقل بيكون مخصص للاشخاص اللي بيدخلوا لكلية الطب عبر علاماتهم بهوكسكولي بروفت او امتحان الجامعة هوكسكولي بروفت هو امتحان اختياري بنعمل بكل السويد بعتيد اربع مرات كل سنة بيمتحنوك بالرياضيات اللغة السويدية واللغة الانجليزية والنتيجة اللي بتجيبها بهالامتحان ممكن تساعدك على دخول كلية الطب فمثلا اذا قدمنا على كلية الطب السويد فيها تسعين مقعد على الاقل 30 من هالمقاعد بيكون مخصصين للاشخاص اللي بيدخلوا عبر علاماتهم بالثانوية و30 بيكون مخصصين للاشخاص اللي بيدخلوا عبر نتيجتهم بالهوكسكولي بروفت او الامتحان اللي كنا عم نحكي عنه من شوي فنصيحة جدا مهمة لتقدروا تدخلوا كلية الطب هو انوا تنافسوا من عدة جهات يعني اشتغلوا على علاماتهم بالثانوية وكمان درسوا للامتحان وعملوا هوكسكولي بروفت لانه بهالطريقة بدل ما مثلا بس تكونوا عم تنافسوا على 35 او 40 بالمية من المقاعد بتصيروا عم تنافسوا على 80 او 70 بالمية وعادة كمان اذا كانوا شخصان عندوا النفس معدل العلامات من الثانوية ساعتها بيعطوا الافضلية للشخص اللي جاب نتيجة افضل بهوكسكولي بروفت فحتى لو كان معدل علاماتك من الثانوية جدا ممتاز ممكن امتحان هوكسكولي بروفت يكون هو الفايصل اللي بيحدد اذا هتقدر تدخل كلية الطب او لا بس للتوضيح اكيد الاشخاص اللي بتدخل لكلية الطب عبر نتيجتها بهوكسكولي بروفت اكيد لازم يكونوا ناجحين بالمواد الاساسية اللي بتأهلن انه يقدموا ع كلية الطب اللي ذكرناها باول الفيديو بكليات الطب كمان في جزء من المقاعد بيكونوا مخصصين لشي بيسموه alternative toerval alternative toerval بيختلف بين الجامعات فكل جامعة عنده طريقته لتختار الطلاب ومجددا كل الطلاب لازم يكونوا ناجحين بالمواد الاساسية اللي بتأهلن انه يقدموا ع كلية الطب مثلا في بعض الجامعات ممكن يعملوا مقابلات شخصية بيعملوا امتحانات في بعض الجامعات بيخصصوا جزء من المقاعد للاشخاص اللي بكونوا عاملين دكتوراه وببعض المطارح ممكن كمان يخصصوا جزء من المقاعد للاشخاص اللي عندهم خبرة بتتعلق بالرعاية الصحية مثلا في مثلا ممرضات قدروا يدخلوا ع كلية الطب بهيض الطريقة أنا لما قدمت ع كلية الطب حوالي 7000 شخص كانوا عم ينافسوا ع 800 مقاد فدخول كلية الطب منه سهل بس التقديم لكلية الطب جدا بسيط بتدخلوا على unturning.sa او متل ما شايفين هون unturning.se بتختاروا كليات الطب اللي حابين تدرسوا فيها وبتحطوها بالتدريج يعني اول شي بتحطوا ايا جامعة انتوا اكتر شي حابين تدرسوا فيها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها فمثلا اذا ما قابلتم بالاختيار الاول ممكن يطلع لكم الاختيار التاني او اذا ما قابلتم بالاول والتاني ممكن تطلع لكم التالت أما إذا قبلته بالاختيار الأول فبيمحي كل شيء من تحته أو إذا قبلته بالاختيار الثاني كل شيء من تحته كمان بيمحي وممكن مثلا ينعرض عليك اختيارك الثاني اللي هو مثلا إبصالة وإنت أكتر شيء كنت حاول بتدرس بستوك هلم اللي هو اختيارك الأول فساعتها ممكن تاخد إبصالة وتضلك احتياط بستوك هلم وساعتها بتنطر النتيجة الثانية أو اير فولت وو وإن شاء الله بيكون عندك الفرصة أنه يعرض عليك الاختيار الأول وإذا لم يعرض عليك الاختيار الأول حتى بعد النتيجة الثانية فممكن يكون عندك فرصة حتى من بعد ما تبدأ الجامعة فمثلاً إذا أنت كنت احتياط رقم واحد أو رقم اثنان ومن بعد ما بدأت الجامعة لأوا أنه فيه أشخاص ما إجيت ساعتها ممكن أنت تأخذ مطرحهم بنهاية هالفيديو بتمنى تكونوا استفدتم من هالمعلومات وأخدتم شوي فكرة عن كيف فينا نحسن فرصنا أنه ندخل كلية الطب بسواد إذا عجبكم الفيديو أكيد ما تنسوا تحطوا لايك سبسكرايب وفعلوا الجرس وأنا بتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله بشوفكم في فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى موسيقى